الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنانش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهلة الأردن تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين كما بحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار ونقش الزعيمان جهود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهر الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع كما تم تأكيد الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل وشدد الزعيمان على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل أساس أي تجهود لاستعادة السلم في الإقليم وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية مع الجانب الإماراتي وذلك لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع سيتضمن وأشق الأول منه استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار مشيرا إلى وجود تدفق أموال من الجانب الإماراتي بما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع هذا وأكد مدبولي أن كل الشركات العاملة في المشروع ستكون بعمالة ومصانع مصرية أشهدت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ بتوقيع الحكومة أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة وذكرت المبادرة في بيان لها أن هذه الشراكة الاستثمارية تعد إحدى ثمار خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر فضلا عن خطة التطوير والتنمية الشاملة التي نفذتها الدولة خلال الأعوام العشر السابقة من خلال الاستثمار في البنى التحتية خاصة شبكات الطرق والمطارات والمواني وإنتاج الطاقة وغيرها استشهد 24 فلسطينيا وجرح آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن غالبية الشهداء من الأطفال والنساء استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي بشارة في دير البلح وجرى نقل جثامين الشهداء والجرحة إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة بينما تواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ محاولة انتشال الضحايا من تحت ركام المنزل كما قصف طيران الاحتلال منزلا شمال مخيم المغازي وسط القطاع ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين هذا وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين بعضهم بجروح حرجة في غارة إسرائيلية استهدفتهم قرب شاطئ بحر النسيرات وسط القطاع اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا عدة قرى شمال الشرق مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وسط اطلاق القنابل الضوئية كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية بلتت بيت فوريك شرق نابلس وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسي للدموع ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت قوات الحوثي تستعد لإطلاقها على أهداف في البحر الأحمر وفي الصياق ذاته أعلنت القوات المركزية الأمريكية أن الهجوم الذي نفذته قوات الحوثي على سفينة البضائع روبي مار في الثامن عشر من فبراير الجاري تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطولة ثمانية عشر ميلا كانت قوات الحوثي أعلنت استهداف السفينة البريطانية روبي مار في خليج عدن بصواريخ بحرية بعدما أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض سفينة المسجلة في بريطانيا لهجوم في المنطقة أدرجت الولايات المتحدة أربعة عشر نقلة نفط روسية في قائمتها السوداء في إطار سعيها لإنفاذ صقف لأسعار النفط الخام فرضه الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية والتي تديرها الدولة وأشرت إلى أنها أعطت مهلة خمسة وأربعين يوما لتفريغ الحملات النفطية وغيرها للنقلات الأربعة عشر قبل دخول القرار حيث تنفيذ وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية ولي أدييمو أن الخطوة تشكل ضربة كبيرة لعمليات تجريها روسيا في الضل على حد وصفه مشاهدين انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال بقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل